المجلس الأعلى المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة قدم سموهم واجب العزاء للشيخ عصام بن صقر القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم بالشارقة في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى الشيخ موز سالم الشامسي وذلك في منزل الشيخ عصام بن صقر القاسمي بمنطقة حوشي بإمارة الشارقة وأعرب سموهم خلال تقديمهم لواجب العزاء عن خالص وبارغ تعازيهم وصادق مواساتهم في وفاة الفقيدة راجين من الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم أبنائها وذويها الصبر والسلوان كما قدم كل من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وسمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة واجب العزاء للشيخ عصام بن صقر القاسمي معربين عن بالغ تعازيهم وصادق مواساتهم في وفاة الفقيدة وقد تلقى الشيخ عصام بن صقر القاسمي التعازي من كل من الشيخ عبد الله بن محمد آل ثاني رئيس دائرة الطيران المدني بالشارقة والشيخ خالد بن عبد الله القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك والشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي رئيس دائرة الشؤون الإسلامية والأوقاف والشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بخور فكان والشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بكلباء والشيخ محمد بن صقر القاسمي وكيل وزارة الصحة المساعد مدير منطقة الشارقة الطبية والشيخ محمد بن أحمد القاسمي مدير مكتب رئيس مجلس نفط الشارقة والشيخ خالد بن أحمد القاسمي مدير عام دائرة المعلومات والحكومة الإلكترونية والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي مدير مكتب سموي الحاكم والشيخ فيصل بن خالد بن خالد القاسمي والشيخ أحمد بن عبد الله الثاني